طبعا الخير. حاجة كده في دماغي انا مستغربها مش عارف هي حصلت ازاي. يا عم انجي انت خسران بدل اللاعب اتنين. ما تروض منك جزء لعيبة مش لعيب واحد. يعني بتلعب بتسع لعيبة قدام تشيلسي. انت خسران معروفة خلاص ارجع. واقفل منعبي. انت ايه? ليه بتلعب بخط الدفاع? خط الدفاع بتاعك? انت حطه عند خط النص. يعني انت نص ملعبه كل فاضي. ليه? ما ترجع يا عم والدفاع زي الناس زي اي ما اي حد عائل هيعمل. ولا انت يعني حبيت يعني ايه اللي جي في دماغك خلاك تعمل اللي انت بتعمله ده. طبيعي يعني بص انت حسرت نفسك فبالزبط عشرة خمساشر متر. من اول نص الملعب عد كمان عشرة متر انت اللعبها كلها بتاعتك التسع لعيبة ولا التمن لعيبة بتوعك في الجزء ده. طب ليه? ما تلعب زي الناس ارجع يا باشا وقفل يا باشا. واحد اسم جاكسون لعيب تعبان. تعبان اقسم بالله العظيمة بيعرف يلعب فجأة جب هترك فيك ما انت كنت متعادل مش خسر انت انت كنت متعادل يا باشا واحد واحد والماتش معاك زي الفل يا باشا ارجع اقفل واشتري دماغي. انت خسرت نفسك. يعني انت بدرد جامد بس المرات دي ما جامدتش معي الجلت منك. انت خسرت نفسك عشان ايه? انت خايف عن نفسك من الحسد. يعني انت الفرقة الواحدة اللي في الدورة اللي انجليزة اللي ما خسرتش فانا قلت بص بقى لأ. اه باشا انا خايف على الام الحسد. وانا لسا عند الدورة طويل فانا هخسر المرشدة. مفيش مشكلة. لو دوت اللي في اتباك فانا والله خلاص مش يعني. عديها. لكن مفيش اي تفسير تاني. دللي انت عملت بعد ما انت كنت متعادل. انا معكم زيكا. ولو اش عامللي فلو اعمللي فلو. سلام.